نظمت ميليش الانتقالي عرض للأليات العسكرية الثقيلة من مقر اللواء الأول مشاه بحري بمنطقة موري إلى محطة الوقوف بميناء جزيرة سقطرة وتضمن العرض استعراض آليات عسكرية وأسلحة بعد صدو ميليش الانتقال عليها من داخل مؤسسات الدولة وحضر العرض أركان ألواء محسن الحاج ورافة الثقل زعيم ميليش الانتقالي في سقطرة وفي وقت متأخر مساء الخميس سقط عدد من الجرحة في اشتباكات مسلحة بين أفراد من الحزام الأمني تابع للمجلس الانتقالي المدعوم ماراتيا في محافظة أرخبيل سقطرة وقال مصدر محلي للمهرية من اشتباكات دلعت بين أفراد من الحزام الأمني من أبناء سقطرة وآخرين استقدمهم المجلس الانتقالي في محافظة أو من محافظة الضالع أثناء تجمعهم في نقطة أمنية بجولة سرهين بالعاصمة حديب وضف المصدر أن الاشتباكات انتهت عقب مغدرة بناء سقطر المكان لكنهم فوجئوا بمهاجمة المسلحين الذين تم استقدامهم من خارج الجزيرة إلى منازلهم وبشروا برمي قنبلة يدوية ما أدى إلى صبة ثلاثة منهم واثنين من أبناء سقطرة وأكد المصدر أن الوضع مرشح للانفجار في ظل حشد المسلحين القادمين من خارج الجزيرة تمهيدا لمهاجمة مسلحي الانتقالي من أبناء سقطرة والانتقام منهم